مشاهدينة خلونا دلوقتي نروح لدينا عشان نعرف للناس الخارجة بقى ورايحة أشغالها تعرف الأخبار المرور ايه وطرق عاملة ايه دينا مشكورك يا بسامة فعلا تعالوا مع بعض نتعرف على حالة المرور زي ما عرفناك وعلى أحوال الطقس النهاردة هنتعرف على أحوال المرور وزي منا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر من داخل إدارة العامة للمرور صباح الخير يا محمود صباح الخير عليك يا دينا وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور بنستعرض الحالة المرورية في الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى خليني أبدأ معاكم النهاردة أولا يعني ما فيش أي طرق مغلقة النهاردة كل الطرق مفتوحة طبعا أمام السادة المواطنين لكن خلينا نشوف أخبار السيولة المرورية وبعض الأحجام والكسافة المرورية اللي بتكون على بعض الطرق خليني أبدأ معا حضراتكم دلوقتي بأحد المحاور الهامة وهو محور 26 يوليو بالنسبة للمتاجه إلى مدينة 6 أكتوبر اللي هيكون متاجه لمدينة 6 أكتوبر من محور 26 يوليو وتحديدا في هذه المنطقة وهي منطقة ميدان لبنان المتاجه إلى مدينة 6 أكتوبر من محور 26 يوليو ميدان لبنان هيكون فيه سيولة مرورية تامة في هذا الاتجاه أما الاتجاه الآخر اللي هيكون قادم من مدينة 6 أكتوبر باتجاه كبري 15 مايو وأعلى السودان هيكون عندنا بعض الأحجام المرورية الكسيفة هنا أو يعني مش بتأثر على حركة الطرق ولكن نظرا طبعا للأعمال اللي بتكون موجودة أو الحارات الدياء الموجودة في هذا الاتجاه لكن تحديدا هيكون عندنا بعض الكسافة المرورية في هذا الاتجاه تحديدا بالنسبة اللي هيكون متاجه إلى مدينة 6 أكتوبر وهيكون متاجه إلى سكندرية الصحراوي وبوابات سكندرية الصحراوي زي ما حضراتكم شايفين هننتقل إلى هذه الشاشة هيكون في سيولة مرورية تامة على هذا الطريق اللي هيكون متاجه إلى بوابات سكندرية أو قادم من بوابات سكندرية ومتاجه إلى مدينة 6 أكتوبر أو محور 26 يوليو فزي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية تامة بالنسبة للمتاجه بها إلى طريق المريوتية بالنسبة للمتاجه إلى طريق المريوتية في هذه الشاشة زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى الطريق الزراعي وبالنسبة للي هيتجه إلى منزل المريطية علشان خاطر يتجه إلى المنيب والتجمع والبحر الأعظم هيكون فيه سيولة مرورية أيضا على هذا الاتجاه فإذا طريق المريطية النهاردة إحنا بنشهد عليه سيولة مرورية موجودة بالانتقال من طريق المريطية ننتقل إلى طريق السويس وهو أحد الطرق الهامة طريق السويس زي ما حضراتكم شايفين هيكون فيه سيولة مرورية بالنسبة لليه المتجه إلى السويس أو الشارع الصورة والقادم من السويس ومنتجه أيضا إلى الرحاب أو إلى القاهرة هيكون فيه سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الموجودة على طريق السويس زي ما قلنا لحضراتكم أن طريق المريطية بيشهد أيضا سيولة مرورية فبالنسبة أيضا اللي هيتجه إلى منزل المريطية زي ما حضراتكم شايفين في هذه الكاميرا هيكون فيه سيولة مرورية أيضا بالنسبة للمنتجه إلى منزل المريطية سواء متجه إلى المعادي أو التجمع أو قادم من المعادي والتجمع ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر فهيكون فيه سيولة مرورية على هذا الطريق من منزل المريطية إلى طريق الدائري أو الدائري التجمع والمعادي تحديدا سامة طور هيكون المتجه إلى التجمع والعين السخنة هيكون فيه سيولة مرورية أيضا القادم من التجمع ومتجه إلى المعادي ناحية الدائري هيكون في سيولة مرورية موجودة أيضا على هذا الطريق بالانتقال من سامة طور ودائري التجمع والمعادي هننتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا في بنزايد الجنوب في منطقة الأبراج هنلاقي أن في سيولة مرورية أيضا موجودة في جميع الاتجاهات رغب وجود الأعمال الإنشائية وتنفيذ المشروعات اللي موجودة داخل العاصمة الإدارية لكن نحب نطم الناس اللي بتروح العاصمة الإدارية طبعا هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة ببنزايد الجنوب من بنزايد الجنوب في العاصمة الإدارية الجديدة ننتقل إلى رود الفرج وتحديدا أعلى القوس الغربي أعلى القوس الغربي اللي هيكون متاجه إلى محور رود الفرج هيكون طبعا في سيولة مرورية على هذا الاتجاه والقادم من محور رود الفرج وهيكون متاجه إلى مدينة 6 أكتوبر أيضا هيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين الخاصين برود الفرج هننتقل من محور رود الفرج هننتقل إلى نفأ ال-NA في التجمع نفأ ال-NA تحديداً هيكون في سيولة مرورية موجودة سواء المتاج إلى التجمع الأول أو مدينة نصر والقادم من التجمع مدينة نصر هيكون متاجه ناحية المعادي طريق الدائري هيكون في طبعاً سيولة مرورية موجودة في هذا الطريق بالانتقال من نفأ ال-NA إلى محور الفريق سعد الدين الشازلي هو تحديداً طريق الإسماعيلية هيكون فيه سيولة مرورية سواء المتجه إلى إسماعيلية هيكون فيه سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين أو القادم من إسماعيلية ومتجه ناحية القاهرة هيكون فيه سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بمحور الفريق سعد الدين الشزلي إذن بشكل عام دي كانت الحالة المرورية أغلب الطرق النهاردة فيها سيولة مرورية اختلاب ميدان لبنانه دي طبعاً عشان مناطق دياءة في ميدان لبنان فبيكون فيه بعض الكسافات للقادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه ناحية 15 مايون لكن بشكل عام كل الطرق النهاردة بتشهد سيولة مرورية ويمكن كمان السيولة الفترة دي بترجع طبعاً لأجازة نصف العام اللي بدأت فيه المدارس فبالتالي احنا بنشهد سيولة مرورية في أغلب المحاور والطرق الرئيسية الخاصة بالقاهرة الكبرى دي كانت متابعتنا للحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور برجعلك يا دينا مرة تانية في الاستوديو بشكرك شكراً جزيلاً زي مننا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر من إدارة العامة للمرور زي ما تابعنا مع حضرتكو في سيولة مرورية على معظم المحاور والطرق في العاصمة والقاهرة الكبرى وطبعاً يمكن احنا بنقول ان الحمد لله ان النهاردة مع ان النهاردة الاثنين لكن بهذه السيولة المرورية يعني يوم نبدأ بمشمس وكمان الطرق ما فيهاش اي ازدحام ترجمة نانسي قنقر